فوق العادي مع النصر بوجود لعبين كبار بروزوفيتش على سبساديو ماني على تاليس على كريشيانو رونالدو نتفق بهذه الجزية أبو كرم وممكن حتى كاسست هو سلطان بجانب كسب خبرة كبيرة هذا الموسم والموسم السابق لكن اليوم قد نختلف قد ننتفق مع المدربنا ولكن في النهاية طريقة وأسلوب اختياره هل اللاعب اليوم الذي يختاره هل هو مناسب لأسلوب طريقة لعبه فكره ومع ذلك أنا أقول أنه سلطان يعني يستحق حقيقة على ضوء الأرقام الموجودة والأداء الذي عمله هذا الموسم أنه يكون موجود في القائمة الباقين مع احترامي قد يكون للإصابات قد يكون لأسلوب وطريقة اللعب يمكن هو شاب من وجود نظره أنه ما يحتاجهم ولكن أرجع وأقول دائما الفرص متاحة حتى في البطالات القادمة أنه اللاعبين يكونون موجودين عبدالله العمري برغم الخبرة الكبيرة التي تملكها في كاس العالم السابق الذي برضو ما اختاره لذلك نرجع ونقول الأسلوب والطريقة هي المحكة الحقيقة لهذا المدرب واليوم قد يكون هو بيبني منتخب جديد للقادم علينا أن نعطيه الثقة نقف مع لاعبين لأنه إذا اليوم الكل سيكتب إذا الكل سينتقد بلاعبين صغار في السن أعتقد رح يكون صعب عليهم جدا في بداية مسابقة ككاساسي فهد أوشانا دائما أنا ما أحب أنتقد المدربين على اختياراتهم خصوصا بعد ما اختار أحيانا كلامنا ما رح يفيد ما ينتقدون قبل ما يختار أصلا أحيانا كلامنا أحيانا قضية الأمر لكن بالفعل في أشياء يعني أنت لما تجي من أمية شخص أمية واحد كلهم متفقين على لاعب يعني في شيء يعني مبصح ما شيء مثل القنام القنام يعني من أفضل أظهره ولو أنت يعني ما تفعل لعب أشياء على الأقل يكون عندك هو عم يقول مثلا الدكتور أنه بجوز طريقة اللعب ما تناسب وهو بالنهاية بالأي منتخب أين لازمه الظهير طيب طيب أنت أقول يعني طريقة اللعب طيب في بعض اللعبة ما لعبوا بعض اللعبة اللي يختاروا ما لعبوا على أي شيء يخيمه على أي منطق يخلصه مثل مين ما لعبوا عندك مثل المالكي ما لعب يعني يعني معنا لاعب أنا أنا تبغي معنا ندرب بالخضاء لكن لما تيجي تقيسها يعني بالاختيارات دائما دائما في أوروبا في أوروبا في أوروبا اللعب لما يروح نادي وما يلعب فيه يطلب أن ينتقل لنادر ثاني عساس أن يقدر يلعب في المنتخب لأن لعبة المنتخبات لا يختار لاعب ما لعب نادرا أقل باللاعب يكونون لعبين في الرقم نسمع بها الجزئية الدكتور قصة المالكي شو رأيك أتفق مع الكابتن فاهد لأنه اليوم حتى مش بس المالكي اليوم حتى حسان تنبكتي هو ما لعب إلا دقائق معدودة مع الهلال ولكن قد يكون هو يريد أن يتواجد مع لاعبين الخبرة الذين لعبوا في كاس العالم السابق اللي هو عبدالله وحسان تنبكتي وهو في المباريات الودية السابقة عبدالله أدى معاه بشكل كويس لكن على الكريتيرز أو المعايير اللي دائما بعض المدربين أتفق مع الكابتن فاهد أنت دائما عندما تختار تختار على ضوء معايير معينة هو الأداء هو عدد دقائق اللعب الفكر الأسلوب الطريقة ولكن في النهاية هو المدرب تفقين مثلا أنت حينما تختار القنام وعندك أيبان سعود أبل حميد أنت تغوي عندك جافة قوية جدا يعني لو سبحان الله لقدر الله واحد نصاب وكذا عندك دكة قوية عندك واحد بديل قوي لكن الآن لما مثلا لقدر الله نصاب سعود منه حتى يظهير أي من عندك الصقور يعني الصقور مع القنام ما عليش يعني يعني على المقمض يعني يعني هناك أشياء بس لكن المدرب يعني وحين قضية الأمر ما فينا لقيه ندعم المتخب السعودي إن شاء الله يتوفق في كاس آسيا وإن شاء الله يخالفنا إن كنا كنا أمطانيين حنروح لفاصل بعد ورح نشوف منافس المنتخب السعودي في المباراة الأولى في كاس آسيا هو المنتخب العماني اللي يطمح للذهب بعيدا في البطولة وقطبات جدة الاتحاد والأهلي تحت مجهر الصدى وبطولات وأحداث كبيرة وأهم تغطيات